للحرب مآسيها الكثيرة ففي الوقت الذي يتجه فيه أطفال العالم إلى مدارسهم ينتظر هؤلاء الأطفال فرصتهم للحاق بمدارسهم حيث أكدت اليونسيف في تقرير أخير بأن أكثر من أربعة ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة للمدارس هذا العام بسبب انقطاع رواتب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وبدلا من إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد مستقبل ملايين الأطفال خرج وزير الشباب والرياضة في حكومة انقلاب ليؤكد على أهمية تعطيل التعليم داعيا لحجد الطلاب والمعلمين إلى جبهات القتال تصريح قوبل باستهجان جميع فئات وشرائح المجتمع وبالتنديد من قبل المنظمة الدولية التي أكدت على أهمية عدم الزج بالأطفال في المعارك الدائرة في البلاد داعية إلى وقف تجنيدهم أيضا الحكومة اليمنية بدورها وعلى لسان وزير الإعلام معمر الإيرياني أكدت استنكارها استمرار الميليشيا في تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات القتالية ضد المدنيين دون اكتراث بأرواحهم ومستقبلهم وهو ما عدته انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ويرى مراقبون أن الميليشيا لم تكتفي بحرمال الأطفال من التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بل عمدت إلى استغلال ظروفهم وتجنيدهم لمعاركها العبثية تجاه اليمنيين اشتركوا في القناة